نروح لأخبارنا النادي الأهلي توصل لاتفاق شبه نهائي لضم يوسف أيمن مدافع فريق الدحيل القطري الأهلي خلص مع الدحيل الأهلي خلص مع اللاعب يتبقى فقط التوقعات الرسمية سواء مع النادي أو مع اللاعب واللاعب هينضم للنادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة عام بنية الشراء المدافع جيد مارسل كولر مقتنع به جدا وشايفه هيبقى دعم كبير لخض دفاع النادي الأهلي طيب للادي الأهلي استعاره ولم يشتريه في الوقت الحالي هو حاطت بند شراء في التعاقب بعد نهاية الأعارة وعايز تطمن بس أنه اللاعب يستطيع التأقلم مع الأجواء في مصر ومع النادي الأهلي ويتأكد أنه لاعب وصفقة هتكون مفيدة للفريق خلال فترة الأعارة كمان بحسن مصدر داخل النادي الأهلي الأيام اللي فاتت شهدت جلستين ما بين إدارة الكرة ومحمد هاني ظهير النادي الأهلي علشان يجدده التعاقد مع اللاعب. النادي الأهلي عرض على محمد هاني التجديد لمدة تلت مواسم تلت مواسم محمد هاني وافع على تلت مواسم خلاص دي خلست محمد هاني طالب في التلت مواسم دول خمسين مليون جنيه. خمسين مليون جنيه. عرض النادي الأهلي لمحمد هاني 35 مليون جنيه فالدنيا بالنسبة للأرقام الكبيرة 35 كتير و50 كتير مش بقول على اللاعب الارقام دي بقى تتاخد عادي بالنسبة للعابين فاحنا بنتكلم 35 مليون من النادي الاهلي في الثلاث سنين 50 ده طلب محمد هاني في الثلاث سنين 50 مليون وغالبا هيو سوى الحلول وسط يعني زي قريب ممكن تخلص 40 مثلا يعني بس كده كده الأمور ما بين النادي الاهلي ومحمد هاني تسير في الطريق السليم نحو تجديد التعاقد ما فيه مش مشاكل يعني طيب